بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولي الكريم أهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد من فيديوهات مملكة الوصفات الصحية ووصفتنا لنهار اليوم هي تتبع لسلسلة الأجمان والتحذرات الرمضانية لتفادي الغلاء وتفادي التخبيصات الغير الصحية وصفتنا لنهار اليوم خاصة بجبن الطلي بمعايير صحية مقادر مضبوطة والجودة مضمونة والذوق يحكي واحد إذن ندخل في تفاصيل الوصفة كان عندي كيسين من الحليب العادي المقنن منزوع الدسم جزئيا خليتوا يروبلي حوالي ثلاثة أيام من بعد حطيتوا في طنجرة صحية ثاقيلة كما راكم تشوفوا ورايحا نعمله عملية تكثيف الجبن والله نخليه يعني يسخن مليح ماشي درجة الغلاء نخله يسخن حتى يفصل المصر عن الجبن ويعطينا كثفة أكثر كما راكم تشوفوا هنا ما نخلطوش الحليب الرايب نتاعنا نهائيا فوقنا حتى ما نفصلوش الجبن وما نخلوه يرجع مثل الحبيبات أول ما نشوفوا المصر انتاعنا صار تقريبا شفاف أصفر شفاف هذك الوقت نطفو عليه أو هنا لازم تخلوه يغلي لأنه إذا غلى معاكم رايح يعطيك هذك التكتولات اللي جي حرشة يعني جي خاشينة جي مثل الحبيبات وبالتالي الجبن تاعك راح يخسر ويفسدلك وتقولي الوصفة غالب بعد ما يغلي مايا أو بعد ما يفصل مايا عفوا في درجة السخونة ماشي درجة الغلاء رايحين نصبوه في قطعة شاش أو صفاية كل واحدة فاش تصفي المكون تاحا هذا ونصفيوه نعصروها عصره خفيفة لأنه صخون ونكملو الوصفة انتاعنا هنا اللي تحب تعمل بكيس واحد اتجرب بكيس واحد اللي تحب الضعف الضعف الكمية مع أنه صدقوني هذا الجبن وهذه الكمية يعني كيسين بحول الله راح ينعطيوك 2 كيلو غرام من جبن الطلي الخاص بالطلي للإفطار إفطار صحي إفطار حتى لو إنسان عامل دايت راح يعاكل جبن خاص وجبن صحي وللأمانة هنا رانا نعملو جبن والله تحضيرها جبنية مثل المصالح تمام إذن نكملو الوصفة قبل ما تفوتني هنا بعد ما خليته يقطر معايا أخذيت 500 ميلي لتر من المصال هذا وهو ساخن أحذفت المقطع لأنه كنتم بان في المغروف وما شفتش ورايحا نكمل الوصفة نحطوها في البلندر أو طأس طحن الفواكه ونجيبوا ملعقة صغيرة مملؤة من البيكاربونات ملعقة صغيرة من الخاميرة وملعقة صغيرة من الملح حسب الضوء وأيضا ربع أو ثلث ملعقة صغيرة كما شفتو هذيك الكمية القليلة من حمض السيتريك وحطيت لكم العلبة اللي تحب تشغيه نحطوها في المصالح شوفوا التفاعل اللي يحصل بين حمض السيتريك والبيكاربونات البيكاربونات هنا حتى تخلي الحبيبات نضيف الزوب معنا وتعطيه منظر أملس للجبن أما حم السيتريك باش يطول معي الجبن ويشد مدة حفظ طويلة هنا حطيت 100 جرام من الزبدة الحيوانية وحطيت 75 جرام من الفرينة الكاملة وهنايا أيضا راح نضيف حوالي 200 جرام من الجبن الطارين تم اضيفوا أي جبن تحبوه أنا هنا اضفت الجبن الخاص اللي سمعته معاكم بحليب الكونديا بالنسبة للجبن المبشور أيضا هو جبن مبشور في المنزل يعني جبن في جبن في جفن وخرجت كمية معتظرة من الأجبن وهذا هو الجبن اللي استخلصته من الماء بعد ما اقتر معايا مليح راح نضيفه للطقس هذاك ونبدأ في عملية طحن كامل المكونات بهذا البلد إذن صلوا سلموا لسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بالنسبة لصورات المكونات راح نخليها لكم في الشاشة بعد قليل أعملوا فقط تصوير للشاشة حتى تستفيدوا حتى تحفظوا المعلومات وتعرفوا الأكلتاكم بالنسبة قلت لكم هذا تحذير جبنية تستعمل في الأجبن اللي رانا نشرهم بصراحة ما فيش جبن حقيقي رانا نشره فيه كامل تحذيرات جبنية والدليل يعني اللي عندها البودن اللي عندها مكعبة اللي عندها البيدون أصلا تروح تقرأت ليه تحذيرات جبنية تحذيرات جبنية تتم بالحليب والفارينة أو الحليب ونشاء الذرة الفارينة للإخوة المشارقة أو العرب هي الطحين الأبيض هنا عاودت أمزجت قليلا ورجعته يكمل يطحن معي حوالي العملية الدتلي خمس دقائق الطأس هنا لا تقولوا ليش طأس غير صحيح هذا ما هوش البلاستيك المعاد أو الطري هذا البلاستيك اللي نقول عليه الجموس باللغة العامية الجزائرية ما هوش الجموسة على مصري هنا ولا على الهنود اسمه الجموس ما لا مليش في الدول الأخرى اللي لاحقت أنا يعني تقول لي والله يقول لي وسموه في البلد هنا شوفوا يعني الواحد لما يتيه ويكون يخدم في آخر الليل أنا راح جبت هذا الإناء معلبيش كيفاش حتى جبته وحطيت في هذا الطاوة الكمية مع أنه الكمية على بالي تخرج لي 2 كيلو ولازم لي هذا الجبت بالتحديد لازم له طنجرة واسعة والله إناء واسع للطبخ خاصة إذا عملنا فيه كمية معتبر المهم راح نحطوه الرجعوه للطنجرة نتيعه في طبيعة الحياة ونقعد نستمر في التحريك مدة معينة تقريبا المرحلة هذي الديت معي عشر دقائق تحريك مستمر على جال باش الخال فرينا تمتزج تخرج الريحة نتيحة أيضا السيتريك يعمل عميله السيتريك هنا للاحتفاظ كما قلتكم وهو ليعطيك الثقوب هذيك اللي تجي في الجبن الجبن هذا تقدري تحترضي به من شهر حتى شهرين إذا استعملت حمض السيتريك أما إذا لم تستعمل اكتفيت غير بالبيكاربونات وممكن عصرة ليمون راح يجيب لك الشهر مع معايير الصحة اللي راح أتجي في الفيديو إذن للحق هنا يا مازل ما حطيش اللايك فضلا وليس أمرا أرجعوا للخلف خطوتين وحطونا اللايك وتعليق محفز ولملا اللي مازل ما اشتركوش فضلا وليس أمرا اشتركوا لتعمى الفائدة لتعمى المعلومات الصحية بكل حذا في لي إذن هنا يا شوفوا كيفاش بدأت تغلبني في هذه المرحلة كنت ضفت الكأس الثالث من المصر المفروض أني ضفت الكأس الثالث من المصر فخلص الطاوة امتلت يعني دينا 750 جرام من المصر كين كؤوس تهز 200 مليلتر وكين ترفد 250 مليلتر أنا هنا تعمت أني نقولكم الكأس الكبير ولا كأس أم وليد كما معرف في الجزاء راح نكملوا الخلط ونبدلوها بطبيعة الحال كما راكم تشوفوا هنا راح بدأ يثقل معايير لازم الخلط هذا الجبن يحب السعة الخاطر يحب الصبر ويحب تكون مخلصة كامل أشغالك حتى تكفي له لأنه إذا جات الفرينا في القعر الطنجرة راح تعطيك ذوق غير محبب أيضا راح تخلي فيه تكتلات تخلي فيها قوام غير مرغوب حبيبات تزعج يعني في اللسان وتكون الوصفة غير ناجحة نحن حابين جبن طالي هنا اللي تحب تتوقف في هذه المرحلة تتوقف لما يبدأ يغلي الغلية الأولى تتوقف اللي تحب يكون مكثف كما حبيته أنا تكمل تحرك وتصبر عليه تحرك وتصبر عليه حتى تتحصل على القوامل اللي تحبه كان صحة كان صحة يعني أول ما يغلي الغلية اللي عندك الأولى يعني أنت تخلطه ويبدأ يغلي تتوقفي خاصة إذا كنت راح تحتفظي به المدة طويلة يعني ما كانش عندك أفراد عائلة كثيرة ورح تستعمله بطريقة متقطعة فهو كل ما يطول معك كل ما تصير البنة أكثر والقوام يزيد يتعقد أكثر راح نشوف القوامتها في طبيعة الحالة هنا فقط غير يبدأ يصبح كما صلصة البشامل يبدأ يتخمنتي في القوام اللي تحتاجه هو يصنع يستهلك كطل على قطعة توست قطعة خبز قطعة مطلوع أيضا في الزلطة تحطيه في الحشوء عادي تحطيه في لقغاتها عادي في بطاطا مقلية وتضيف عليها البيض والجبن هذا أيضا عادي يعني جبن متعدد الاستعمالة من التحذيرات الصحية لرمضان على بأنه رمضان تكثر فيه المغريات وتكثر فيه الطلبات على هذه الأجبان ليصنعوا لحشو المملاحات لتحذير الأطباق الجانبية أمام الطبق الرئيسي في رمضان وفي غير رمضان فأحسن شي سيدتي وسيدي أيضا كأستيادنا الطبخين أحسن شي الوحدي يتعلم ثقافة صنع الغذاء ويخفف قدر الإمكان نسبة دخول مكونات غير محببة غير صحية غنية بالمواد الحافظة إلى طعام هنا ممكن أن تستعملوا الجبن التعشيف أو كيري أو مثلثات هذه الوصفة استعملوا جبن مبشور مازال ما خدمته في المنزل بالتالي رح تكونوا حققتوا 75% من صحة الوصفة كما نعرفوا هذه الأجبان أصلا فيها مواد حافظة غير مادة حمض السيتريك اللي رح يجياليها نقاش كبير أنه غير صحية لكن هي صحية لما تضبط أي شي حتى الفاكهة الفاكهة يعني بين القوسين لما تكثري منها في غير محلها يعني رايحة تصبح غير صحية فهمتوني الصحة وين تكون في تحكيم العقل وفقط إذن هنا ما حبيتش نفصل عنكم هذا المراحل حتى تشوفوا يعني عملية الجبن بطريقة صحيحة شوفوا هنا يا شوفتوا كيفية بدال الخط انتاعوا أصلا يقعد فوق السطح انتاعوا هنا أنا راني كثفتوا لأقصى درجة من بعد انطفوا عليه أكيد وبسرعة إلى الآنية اللي رح ينحفظوا بها هنا ملاحظة إذا كان عندك هذا الصحون البايركس يعني الصحون زجاجية اللي تخلطي فيهم الكيكو تخلطي أحسن شي تحطي الجبن انتاعك كمرحلة أولى هنا يا ولما لا تكون مرحلة أخرى يعني يكون هو الدل لأنه يعني كمحاذير لحفظ الأطعمة الجبن هنا يسكب وهو ساخن قبل ما يعني يتحكم في نفسه قبل ما يتجمد وانت تروحي تسكبه في بيدون والله في دلو خاص بالأجبان في العولة بالبلاستيكية وتقولي هنا أنا عمرت هذا البيدون وأنا جبت ودرت وعملت فهناك تفاعل بين المواد الساخنة والبلاستيك حتى وإن كان غذائيا يفضل يفضل دائما التوخي الحذر وهنا بسم الله ما شاء الله سكبت أنا في هذا الصحن بعد ما خرج الفوران الكامل غطيته بالسيلوفان ودخلته للثلاجة وهنا للأمانة بعد يومين حتى كملت الفيديو لأنه كانت عندي أشغال أخرى وارتباطات أخرى شوفوا بسم الله ما شاء الله الثقوب اللي راها فيه واللي راها واو يعني تجربة ناجحة بالنسبة للون هو عبارة عن لون بلونكاسي أبيض مكسر أبيض حليبي كل وعد كيفاش يسميه علىه لأنه عاملين الفرينا الكاملة ومناش حاطين فرينا عادية حاولوا توفروا المتطلبات الصحية وتعملوه بهذه الطريقة وشوفوا يا محلاه وشوفوا الكثافة اللي راح فيها وصدقوني بعد يعني أسبوع أو عشر أيام راح يكثف أكثر وأكثر يتكثف بطريقة عجيبة غريبة إذن هذه التحذيرات الأولية يفضل يعني دائما دائما أنك تحذرها وتعتمدها والأحسن يعني في هذه الأجبان أنه بعد التحذير الأولي يعني حوالي أسبوعي أربعة أيام إلى أسبوعي باش تبدأ تستعملها شوفي هنا في مرحلة الطلاقة على قطعة الكثرة البيتة هذه كيفاشك يعني تجربة أنصحك بها مش راح تنتمي خرج لي 2 كيلوغرام بهذا القوام كمية تكفي وتكفي وتكفي خاصة للعائلة اللي تكون صغيرة كما عائلتي أنتم أعملوا حسابكم وأحسن شيء أنك تحذري كمية قليلة يعني كيسين كل مرة حذري كمية واستهلكيها بالصحة والراحة طريقة صحية ضرق ممكن تقولي لي الكمية المطلوبة والكمية المسموحة ما تتعدوش المائة قرام أيضا يعني لما تستعملوا هذه المكونات الأجبان الأخرى يعني راح تأخذ منها السعورات الحرارية الموجودة على العلب بالنسبة للجبن الشرائح وجبن الطريق كما تعملوا مش من الأجبان اللي استغليتهم انتموا كما أنا فهذه الأجبان هي اللي تتحكم في السعورات وتعطيك سعورات الكمية كاملة ومن بعد تعملي عملية تقسيم وجمع وضرب ورح تعطيك 100 جرام تاعك كم سعورة حرارية فيها وهنا بسم الله وماشاء الله حطيتو لكم في هذا الغام كافي هذا الطاجين السجاجي طويجا باش تشوفوا القوانت للاحقوا معي هنا نقولكم شكرا على حضوركم المميز والمحترم شكرا على المتابعة الصادقة والجدة إن شاء الله هيكون الفيديو عجبكم وإن شاء الله هتكونوا استفدتوا من كامل المحاذير والمعلومات وكل ما جاء في الفيديو ما توفقي إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أني الدمتم سالمين وعلى الله دائما متكلين سلام